السلام عليكم اليوم سأقوم بتجربة عدد كبير من كروت الشاشة كي أجاوب على أكثر سؤال يصلني عن أفضل كارت كاقيمة مقابل آداء في الوقت الحالي حيث سأجرب 17 كارت في 6 ألعاب كلها صدرت في 2025 ما عادة واحدة منهم هي إنديانا جونس والتي صدرت في أواخر 2024 وسأضع الإعدادات على أعلى شيء على 1080p بدون استخدام الرايت ريسين لأن ليس كل كروت التي أجربها تدعم هذه الخاصية وبالتأكيد سأتكلم عن أسعار هذه الكروت عالميا وبحليا لنجد من هي الكارت التي تقدم أفضل قيمة مقابل آداء وقبل أن نذهب لنرى الكروت التي سأجربها اليوم فهذا الفيديو أخذ مني الكثير من الوقت والجهد للقيام به لهذا ضغطك على لايك ومشاهدة الفيديو للآخر سأعتبره دعم كبير لي للاستمرار بالقيام بفيديوهات من هذا النوع وبالعودة للكروت فسأجرب الـ RX 580 من جيجا بايت وهي من أكثر الكروت مبيعا محليا الـ GTX 1070 Ti من أمس آي الـ GTX 1080 Ti من جيجا بايت الـ GTX 1650 من آزيس الـ GTX 1660 Super من أمس آي وهي كذلك من أكثر الكروت انتشارا الـ GTX 1060 من آزيس الـ RX 5600 XT من صفاير الـ RX 5700 XT من صفاير كذلك الـ RX 360 من جيجا بايت الـ RX 360 Ti من جينوارد الـ RX 6600 من أكس آفاكس الـ RX 370 من أمس آي الـ RX 7700 XT من أكس آفاكس الـ RX 370 Ti من كولارفول الـ RX 380 من جينوارد الـ RX 390 من آزيس وآخر كرت هي الـ RX 390 Ti من جينوارد وأول لعبة سنجرب عليها اليوم هي Expedition 33 وهي لعبة صدرت هذه السنة باستخدام محرك الألعاب Unreal Engine 5 وهي منتطلبة بشكل كبير على كروت الشاشة وهذه الإعدادات المستخدمة وقبل وضع نتائج كل كروت سأتكلم عن البعض منه فمثلاً الـ RX 580 عملت بشكل عادي على إعدادات الـ High لكن عند رفع الإعدادات للـ Epic بقيت اللعبة تخرج من تلقائي نفسها لهذا ستحصل هذه الكرت على صفر وأقرب كرت للـ RX 660 Ti كانت هي الـ RX 1070 Ti بمعدل 57 فرام وكانت ملعوبة ومستقرة وأعلى كرت في الآذاء بالتأكيد كانت الـ RTX 1090 Ti وهذه نتائج كل كروت ويمكن أن نرى أن كرت الـ RTX 3060 كانت أسفل كرت الـ RX 5600 Ti والسبب أن هذه اللعبة غير متطلبة على الفيرام في دقة 1080 Ti واللعبة الثانية هي Kingdome.com Deliverance 2 وهي كذلك لعبة صدرت هذه السنة وهي لعبة تستخدم محرك الألعاب Cry Engine وهو نفسه المستخدم في سلسلة ألعاب Crysis ومعروف عنها أنها متطلبة وهذه الإعدادات المستخدمة وبالنسبة للكارت التي أعطت أقرب نتيجة لـ Steam Frame فكانت هي الـ RTX 3070 لكن في هذه الإعدادات فاللعبة متطلبة على الفيرام أي قد تواجه بعض الضروبات خاصة إن كنت تستعمل PCI Gen3 أو كان لديك معانج يدعم 8 مصارات للـ PCIe مثل الـ Ryzen 5600 G ويمكن أن نفهم الأمر أكثر مع نتيجة كرت الـ RX 1600 XT حيث كانت سيئة جدا وفي الغالب فالسبب هو انتلاء الفيرام الخاص بها بالإضافة إلى احتوائها على 8 مصارات للـ PCIe فقط وأما أفضل نتيجة فكانت لكارت الـ RTX 3090 Ti بحوالي 92 فريم كمتوسط وبالنسبة لبقية الكروت فهذه النتيجة الخاصة بهم وثالث لعبة هي Marvel Spider-Man 2 وهي لعبة قادمة من أجهزة الكونسول للحاسوب وفي الغالب هذه الألعاب تكون متطلبة بشكل كبير جدا وهذه الإعدادات المستخدمة في التجارب وعلى غير المتوقع لم تعمل كارت الـ RX 580 وبقيت تحدث كراشات بشكل متكرر حتى عند إنزال الإعدادات والكارت الذي كان قريب للـ 60 فريم هو الـ RX 5700 XT ومع أن هذه اللعبة متطلبة على الفيرام لكن كان الأداء مقبول على معظم الكروت وأعلى نتيجة كانت لكارت الـ RTX 3090 Ti بحوالي 129 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فهذه النتيجة الخاصة بهم ورابع لعبة هي إنديانا جونس وهي تستلزم كوروتا دعم الـ Ray Tracing بالإضافة لحجم فيرام أكبر من 8 جيجا إذا أردت أن تلعب على أهل الإعدادات لكن عكس كل التوقعات فقد عملت كارت الـ RX 6600 XT عليها مع أن حجم الفيرام فيها هو 8 جيجا فقط بالتأكيد لم يكن الأداء فيها جيد لكن عكس كروت إنفيديا الأخرى فقد عملت وأعلى نتيجة كانت حوالي 120 فريم على كارت الـ RTX 3090 Ti وهي بالتأكيد ممتازة وبالنسبة لباقي الكروت فهذه النتيجة الخاصة بهم وشيء مهم يجب تعرف عن هذه اللعبة هي أنها بدعومة من إنفيديا ومع ذلك فكروتها ذات حجم 8 جيجا لا تعمل على أعلى الإعدادات عكس كارت آي ام دي ولا أعرف إن كان هذا الشيء مقصود منهم أو أنهم بدأوا بتجاه الكروت التي لديها حجم فيرام قليل وخامس لعبة هي مونستر هانتر وهي كذلك لعبة صدرت هذه السنة وهي متطلبة بشكل كبير جدا وهذه الإعدادات المستخدمة فيها وهناك كارت واحدة لم تشتغل في هذه اللعبة وهي الـ RX 580 والطريقة الوحيدة كي تشتغل كانت بوضعها للمود الخاص بالويندوز 8 لكن عندما اشتغلت كانت التجربة سيئة جدا والسبب قد يكون أن الدرايفرات لا تعدعم اللعبة أو أن المطورين لم يضعوا أصلا حساب لهذا الكارت ومن بين كل كروت فالـ RTX 3080 هي الكارت التي حققت أقرب نتيجة لـ 60 فريم وكالعادة الـ RTX 3090 Ti حققت أفضل نتيجة بمتوسط فريمات وصل إلى 82 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فهذه النتيجة الخاصة بهم ويمكن ملاحظة أن كارت الـ RTX 3090 حقق نتيجة سيئة والسبب أن النسخة الخاصة به سيئة في التبريد لهذا في مثل هذه الألعاب ينقص الكروك الخاص به بشكل كبير وأما الـ RX 1700 XT ورغم أنها قدمت أداء أقل من الـ RTX 3070 Ti إلا أن الـ 1% لو كانت أفضل أي ستكون التجربة فيها أكثر سلاسة من كارت الـ RTX 3070 Ti وآخر اللعبة هي Oblivion Remaster وقد صدرت في هذه السنة أيضا وكانت تحتوي على الكثير من الجليشات والمشاكل لكن يظهر أن آخر تحديث جعل اللعبة أكثر استقرارا من السابق وهناك كارت واحدة لم تشتغل وهي الـ GTX 1650 Super بسبب حجم الفيرام وأما الكارت التي كانت قريبة للـ 60 فريم فهي الـ RTX 3060 Ti وبالتأكيد أفضل واحدة في الأداء هي الـ RTX 3090 Ti بحوالي 89 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فقد كان الأداء مقبول في معظمها وقد كان مرة أخرى أداء كارت الـ RTX 3090 أقل من كارت الـ RTX 3080 وهذا لنفس السبب السابق الذي تحدثت عنه وهذا متوسط الـ 6 ألعاب التي جربتها اليوم ويمكن نرى تفوق الكروت التي لديها حجم فيرام عالي بسبب عملها في لعبة إنديانا جونز وعارف أن البعض سيرى أن اللعبة ربما تعد حالة خاصة وستؤثر على النتيجة النهائية لهذا أضفت نتيجة 5 ألعاب بدون احتساب لعبة إنديانا جونز وهذا سيكون الأقرب للواقع من النتيجة السابقة وكما هو واضح فالـ RX 1700 XT هي الكارت التي ستعطيك 60 فريم كمتوسط في الألعاب السابقة لكن لو أردت أن تحصل على 60 فريم كمتوسط في كل لعبة على حدة فيجب أن تأخذ كارت الـ RX 1080 كأقل شيء وبالنسبة لأسعار الكروت التي جربتها اليوم فقد حاولت قدر الإمكان حصول على سعر تقريب لها وكان الأمر صعبا خاصة محليا بسبب تفاوض الأسعار بشكل كبير جدا وهذه الأسعار التي ستدفعها بالدولار لكل فريم وهذا بالرجوع لتجارب الألعاب السابقة ويظهر أن كارت الـ RX 5600 XT هي التي تقدم أفضل قيمة مقابل آداء لكن بالنسبة لي فالـ RTX 3070 هي الأفضل باعتبارها تدعم الـ Ray Tracing التي قد تحتاجها مستقبل لتشغيل الألعاب وأما أسوأ كارت فهي الـ GTX 1650 Super بسبب سعرها المرتفع مقابل آدائها السيء جدا وأما محليا فالـ RX 5600 XT هي الأفضل كذلك لكن الـ RTX 3080 ستكون الأفضل بسبب حجم الفيرام وآدائها العالي وأكثر كارت منفوخ بالنسبة لي هو الـ RX 6600 XT فسعره غالي جدا مقابل آدائه فاصة إذا كنت تستعمل PCIe Gen 3 وهذا كل شيء يمكن أن تعرف عن أفضل كارت للـ 1080p وبالتأكيد يجب أن تعرف أن معظم هذه الكروت ستجدها مستعملة وإذا أردت كارت جيد للمستقبل فيجب أن تشتري أقل شيء الـ RTX 5070 أو تنتظر نسخة السيبرمين التي سيكون فيها حجم الفيرام أعلى وهذا كان كل شيء في هذا الفيديو فإذا نال إعجابك فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام